بالرباط اتفق المغرب واليابان على إحداث مكتب للاستشارة المباشرة مكتب اليابان داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وقال وزير صناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مليح فيد العالم عقب لقائه نائب وزير شؤون الخارجي الياباني إن إحداث مكتب اليابان يندرج في إطار توطيل العلاقات الثنائية ويروم مواكبة المقاولات اليابانية في مشاريعها الاستثمارية بالمغرب هذا المكتب سيمكن من تلقي جميع الشكاوى والانتظارات وطلبات المعلومات من المستثمرين اليابانيين كما أن المغرب يمثل مصدر للنمو والقدرة التنافسية بالنسبة للمستثمرين خاصة المقاولات اليابانية وأول مشغيل خاص بالمغرب هو ياباني والعلاقة الاقتصادية المغربية اليابانية لم تستنفذ بعد إمكاناتها الهامة زيارة الوفد الياباني تعكس التزام اليابان بمواصلة الجهود التي انطلقت خلال مؤتمر توكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا لصالح الاستثمار الخاص في القارة الإفريقية المغرب يعد بلد مهم لليابان واليابان تولي أهمية خاصة لتعاون معه اعتباراً لارتباطه بإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط كما أن إنشاء مكتب اليابان يتوخى مواكبة مساعدة المقاولات اليابانية الراغبة في الاستثمار بالمملكة الاستثمار الياباني المباشر بالمغرب بلغ أكثر من مليار درهم سنة 2018 ما جعل اليابان خامسة أكبر مستثمر على المستوى الوطني كما تنشط 71 مقاولة يابانية بالمملكة في قطاعات متعددة لاستيما ثناعة السيارات والطاقات المتجددة حيث تشغل أزيد من أربعين ألف شخص